مرحبا لما أنت بتحكي الأمور بشكل ملفلف وموارب وعب تراضي هاد وبتدلهز لهاد ما حدا بيزعجق يعني بالعكس بتتلقى المديح وما حدا بيطلع على عيوبك أصلا لكن لما أنت بتشوف الأمور بطريقة واضحة وصريحة وما بتكذب ولا بتلف ولا بتدور وبتصدم الناس بديبلشوا بهدلوك أنا هلأ تعوادت على هالشغلة في واحد كتب لي أنا عم أحكي بالفيديو السابق عن أستاذ رياض الترك وعن الساروت وعن البيانوني وعن شريف جابر يعني ما له علاقة بالتعليق اللي إجا عم يقول لي أنه أنت عندك تكبر غرور بكفي الوطن العربي فأنا شبدي جابه وقالت له الله صحيح هذا الحكي أنت كيف بدك أنت تفرجي لواحد أنه ما علي شيء هاي تمرق له يها إذا عبي يقول لك من أنا استعيد الأندلوس هو سوري بلده رايح منه قسم بالتسعة وثلاثين وراح بالسبعة وستين الجولان وهلأ في مناطق في محتل روسي وأميركي وتركي وإسرائيلي وحي تطعق له في ديستايد الأندلوس أجدك تقول له هذا بيقول له برافو عليك أو بيقول لك إحنا بدنا روح نحرر القدس والأقصى يا أخي حرر أول شيء ضيعتك اللي أنت إنت إلا رايح لاجئ وضيعتك مع بتحسن تدخل إليها أجدك تحرر وبعدين من مين يعني ما عم نعرف يعني إلا أنت لك تروح تشكل جيوش تحارب إسبانيا تقول له رجعنا الأندلوس اللي هي بالأصل وأنه أنت أخذتها بالغزو وفي ناس مع احترامي الشديد بيدخلوا على الفيديو بيلاقوا شغلة فيها خطأ مني فبيقولولي أنه مو بس هاي كل شيء أنت حكيته خطأ بدليل هاي يعني مثلا أنا عب بيحكي عن الدولة المصرية وقلت هي فيها مقويمات الدولة وعددت كتير من هذه المقويمات ومن الجملة قلت وفي حريط صحافة ومصر من 1895 فيها سينما وهيك عب بيحكي ففيه سيدة كتبت لي أنه الفيلم السوري المتهم البري قبل مصر ما تنتج سينما فمنين عملتلي ومنين عملتلي فيها حريط صحافة أولا هذا فيلم المتهم البري أنا رجعت لجوجل طبعا ووكيبيديا انتج سنة عفوا 1928 بينما السينما المصرية مختلف المؤرخين إنه هي بدت للألف وثمامية وستة وتسعين ولا ألف وثعمية وسبعة بس هذا هو الخلاف ومع ذلك أنا بقول لو كان المتهم البري أنتج قبل مصر فرضا يعني هذا مو مؤشر لأنه اللي صار فيه صناعة سينما وضخمة جدا وصار فيه تقاليد لصناعة سينما مؤسسات ونجوم يعني مصر ما في غير مصر السينما السورية يعني رغم أنه فيها منيح يعني بعض الأفلام الكويسة نصية في السينما كأنتاج هزيل جدا أمس في واحد عمل مقارنة إنه شادية في تاريخها عملت 54 فيلم شادية لحالها ما ترك أحمد مظهر وترك يوسف بيك وهبي ومفاتن ترك كل هدوك اللي نجو شادية 54 فيلم أكثر من أفلام المؤسسة العامة للسينما السورية شو بنا مصر يا رجل معقولة تجي تقارن يعني مع احترام أنا أنا سوري بس والله ما بتتقارن مصر أهم وبالنسبة لحرية الصحافة مصر ما تزال من زمان على أيام الملكية كان فيها صحافة ومصر حتى عبد الناصر لما أمم في سنة 54 كل المؤسسات الديمقراطية وما فيها الصحافة حاول يحط عليها قيود لكن الصحافة بقت في مصر حرة ما حدا من الحكام قدر يلجم حرية الصحافة في مصر يعني الصور كان متولي شعراوي أيام أنور سادات وبعدين على زمن حسن مبارد كان يعني مسيطر على وجدان الناس وكان يقول يشبهو أنه ربنا لزيار ما حدا يسترجي يحكي عليه كلمة في الصحافة المصرية يوسف دريس وتوفيق الحكيم كتبوا عليه كلام حتى أنه يوسف دريس قال عنه هذا راس بوتين عمل مقالة شبهه براس بوتين سيد القمني أول واحد يمكن في سنة 1992 92 93 هذه الأيام حكى على أنه ذهابنا للأندلس لم يكن فتوحات بل هو غزو حكى عن هذا الأمر يعني كان يناقش بجرأة وين في الصحافة المصرية طبعا وقصة أبو الخير نجيب معروفة وقت اللي كان في أول الثورة يقول لهم أنه كان عنا ملك وحصر عنا ملوك كثيرين وجابه عبد الناصر وحاول أنه يسنيع عن ما هو عليه هذا أبو الخير نجيب كان يقارع الملوك وكان يقارع رؤساء الوزراء عزمن الملك سابقا الأفكار الجديدة الإشكالية التصادمية وين كانت تنعرض كلها في الصحافة إما المقروقة أو المرئية أو المسموعة هلأ حوارات فرج فود اللي أدت إلى مقتله وكتابات الأستاذ نصر حامد أبو زيد اللي تؤدت إلى أنه رفعوا عليه دعوة وخلوه يجبروا يطلق مرته كلها وين صارت هي كلها في الصحافة كانت تدولها في شكل يومي الصحافة المصرية الصحافة غزيرة عشرات مئات المجلات والصحف تنشر كل يوم عدد كبير من الأراء والأفكار وفي منها تصادمي أكتريتا تصادمية وبالنسبة للجماعات الدينية كانت رزقتهم موجودة على أنه الناس ما تتنور ولا تتوع ولذلك كانوا يستغلوا حتى وجودهم ضمن أجهزة الدولة هون هون مشان يقاوموا هذا الجديد لأنه بتنقطع رزقتهم إذا هذا الجديد بلشت الناس تتنور وصير عقولة تتفتح معروف هذا الشيء لماذا يقاوموا الجديد ويتتبعوا حتى الوسائل غير المشروعة في مقاومته طيب أحمد حرقان طلع شاب ملحد في مصر وين كانوا يصدفوا في المحطات التلفزيونية بما فيها الحكومية وجيبوا مشايخ ويناقشوا وكان يصروا ويعاند وما كانوا يحسنوا يغلبوا حتى حوارات سيد القمني ومناظراته كلها كانت أكتريتا كانت تتم بشكل علني طبعا المعارك كانت تصير كر وفر بين هذول المتنورين وبين الرجعية الدينية ولكن هذا شو مين اللي احتضنوا هو الصحافة المصرية فما بجوز نحن نقلل من شأننا نقول نحن ما عم نقول إنه هي نموذجية وإنه مصر بلد حريات كاملة بس نحن عم نقول نحن أمام دولة حقيقية اللي اسمها مصر دولة فيها هيك وفيها هيك يعني فيها تخلف فيها تقدم فيها متنورين وفيها ظلاميين وهذا هو الشيء اللي عانيته أنا يعني اللي بجو بدي قللوا من شأن مصر الحقيقة ما بيحسنوا نحن بعمرة الصحافة السورية طول تاريخها يعني خاصة بعد الثلاثة وستين ما شهدت أي نوع من هاي المعارك الثقافية السياسية المهمة التصادمية في مرة وحدة يمكن عملوا مناظرة بين البوطي وبين الدكتور طيب تيزيني وكانت مناظرة بين معركتها محسومة لمصلحة البوطي ليش؟ لأنه طيب تيزيني اللي عبي طرح أفكار جديدة ما بيسترجي يتعمق في طرحها أو يكون جريء في طرحها يعني أنا أقول لك أحمد حرقان كان أقوى من طيب تيزيني رغم أنه ما كان بأول طلعته ثقافته قليلة قياسة اللي طيب تيزيني بسبب الفضل للدولة المصرية والصحافة المصرية حتى شريف جابر حتى هشام المصري هدول شو؟ صحافة حرة لما عبيعمل قناة على اليوتيوب وبيطلع بيحكي اللي بدويا بكل جرأة وشجاعة وبالأخير بيضطروا أنه الأزهر وغير الأزهر يرفعوا عليه دعاوي من شان يحبسوه بموجب المادة 98 من قانون العقوبات اللي اسمها الزراء الأديان واللي قلت أنا في الفيديو السابق أنه بهذه المادة هذه الدولة المصرية اللي أنا بحبها وبحترمها بتشتغل تحت إيد الجماعات السلفية يعني أنتوا ليش ما بتحاكموا وبتحبسوا الناس اللي بيفتوا بالقتل وبوطء الصغير وبهاي الشغلات لا أنتوا يعني تكونوا كدولة على الحياد وأنتوا ما نكون على الحياد وهذا الشي بيأخذني لتعليق آخر أحدهم قال يا أخي مئة سنة والدول العربية محكومة بالعلمانية وين العلمانية؟ هاي مصر نفسها رغم تاريخها الطويل والعريق ما توصلت لمستوى أنه تصير دولة علمانية ديمقراطية حتى هذه اللحظة إذا ما شلت منها قانون أو مادة تبع الزراء الأديان هي دولة دينية تقريبا غود سوريا مثلا هي دولة علمانية إذا كان دولة علمانية ما بنصف الدستور على أنه دين رئيس الجمهورية الإسلام تركني من موضوع قانون الأحوال الشخصية ممكن هذا إنقبل باعتبار في عدد منها الأديان والطوائف المختلفة لكن دين رئيس الجمهورية الإسلام إذا هي ليست دولة علمانية ولا تقوم على العلمانية والمؤسسات الدينية في سوريا كمان إلى سيطرة وإلى رهبة يعني حكينا بزمانه أحد المشايخ قالوا لحافظ أسد في مقالة بجريدة البعث بسيء للدين قام أخدهم حافظ أسد حبسهم كلهم هاي دولة علمانية بيقلولي كلهم إنو شوف العلمانية شو عملت فينا إين علمانية العلمانية هي فصل كامل للدين عن الدولة نحن ما عنا دول عربية علمانية وفي تعليقين من أظرف ما يكون واحد منهم بيقول لي مبروك عليك حبك للسيسي على الفيديو السابق أنا ما جبت سيرة السيسي أبدا وأنا انتقدت نظام السيسي انتقاد شديد في موضوع شريف جامر فكيف معناته أنت عبتطلع يعني هاي الطريقة في الاستغباء والاستحمار ما حلوة أنا ما ما بيهمني الشخص أنا عبكي عن نظام عن منظومة الدولة المصرية الآن هي عبتقف ضد حرية الإنسان المصري وعم تعاقبوا على الرأي فقط على الرأي ودون أي زنب جنائي أو شيء ارتكبوا أو أكل مال حدا أو شيء عبتروح وتحكمه المادة بتقول 98 بين الستة شهر والخمسة سنين بيروحوا بيشبؤولا شريف جابر خمسة سنين شو هاد شو هاد وبيقلك انه والله انت مع السيسي أنا ما بيهمني الأشخاص ولا ولا إذا واحد كويس بقول كويس مثلا أنور السادات أنا مرة حكيت عنه قلت لو لأنه فتح مصر للإسلاميين وهذا ما يسمي الصحوة الإسلامية أنا بعتبره أيقوني لأنه جاب لمصر السلام يا جماعة عبر العصر الحديث كانت مصر عبتستنزف في حروب خاسرة سلفا مع إسرائيل المعركة الوحيدة اللي تعادلوا تقريبا فيها انتصر بالأول الجيش المصري بعدين الجيش الإسرائيلي رد الليه تقريبا انطلعوا تعادل بالأخير مع أفضلية صغيرة لمصر بس شئد مصر دفعت أموال وشباب وأعمار يعني كانت مرة من الفترة من الفترات يروح واحد على العسكرية ضل خمسة سنين سبع ثمانة سنين الشاب بروح عمره هو وين في العسكرية وقبل ما أحكي لك عن التعليق التاني بقلك إنه في ناس غريبين يعني بدخل بده يناقش بالفيديو ما بيقلك إنه هاي المعلومة أنا رأيي هيك وأنت قلت هيك يا ريت اللي بيقلك هيك بحطه على راسي بالاحترام لا واحد إذا شاف إنه هو صح وإنه بهاي المعلومة أنت غلط أنت تهرف بما لا تعرف أنت مخرف أنت ما بتفهم أنت أخذت حبايتك ولا لا أنت إزهايمر أنت يعني ما في شي أنا مثل أولادك بدي أنصحك هلأ بنا نحكي كمان بفقرة قادمة على النصائح فبالأخير واحد بيقلي يا أخي أنت والله ما بتفهم وعيب أصلا كنت تمثل السوريين في الاقتلاف وغير الاقتلاف لازم أنت تقعد على الجنب ما بقى تحكي أبدا ليش غيو قال أنت كيف قلت عن أنور السادات أنه هو رئيس مؤمن في الفيديو السابق أنا ما قلت عن أنور السادات رئيس مؤمن هو اللي قال قال أنا رئيس مؤمن لدولتين مؤمنة هذا تصريح للسادات ما أنا قلت علما أنه هاي القصة هذا الحكي لا علاقة له بالإيمان وأنا مرة قلت أنه معظم رؤساء العالم ملحدين اللي عب يقود دولة وفي أحيانا بيطرق تل يضرب وينهب ويسرق ويغتصب وكذا هذا الرجل ما هو إيمان إيمان شو يعني الرئيس أنور السادات كان يقول عن نفسه رئيس مؤمن لسبب سياسي اللي هو أنه هو إجا محل رئيس كان معبي مركز كبير أنه هو بالقومية العربية كبر عبد الناصر عقد ما خطب وحكى وعمل وكذا بالقومية العربية جمع جماهير خارج إطار مصر هاي ميزة جمال عبد الناصر ولكن هالفراغ اللي عمله إذا أجه أنور السادات وهو لم يكن شخصا معروفا لأنه عبد الناصر قد ما كان كبير ما كان حدا مبين من المقربين أو من جماعة اللي قاموا بالثورة معه مثل أنور السادات ما كانوا مبينين فبدو يجي كبر هو في مصر إذا بد يقول أنا رئيس عربي وأنا أقود الأمة العربية ما تطلع بايخا فقال أنا رئيس مؤمن نحن مسلمين نحن دولة إسلامية فاركب دائما في عندك صهوتين صهوة القومية العربية وصهوة الأمة الإسلامية فاركب على صهوة الأمة الإسلامية وكانت النتيجة مثل ما حكيت مرة كمان أنه أتلوا مين هن نفسهم لأنه هذول الجماعات الإسلامية هن جماعات بعتبروا أي حاكم لا يطبق شرع الله مثل ما هن بدون هو حاكم كافر طاغوت ويجب أن يقتلوا أتلوا بكل بساطة يعني هو دفع سمن ركوب هذه الموجة لو كان مشي باتجاه أنه نحن مصر لو كان مشي باتجاه تمصير السياسة المصرية كان فعلا صار أيقونة وعمل شي كتير كبير ومع ذلك ما يزال التاريخ وسيبقى يذكر أنور السادات بالخير أنا هيك برأيي من أجل هذه المعاهدة اللي عملها معاهدة السلام اللي الحكام العرب الآخرين كانوا أغبة وأتفه من أنه يروحوا يشتغلوها أنا بقول لأنه هو عرض عليهم قبل ما يروح أنه تتاولى نعمل كل يادنا نحن العرب اللي عبتنتصر علينا إسرائيل في حروبة تقول لنعمل سلام وهي الفرصة المناسبة كانت الوحيدة لأنه فيما بعد صاروا العرب يقولوا نحن منا نعمل سلام تقول لن إسرائيل مرحبتين بعدين بعدين يروحوا هلأ إذا أنت بتتابع حوارات السوريين اليوم على اليوتيوب أو على تيك توك أو الصحافة بتمر معك كثير كلمة النخب بيقولوا عن السوريين المثقفين السياسيين نخب أنا بقول ما عنا نخبة في سوريا ذات قيمة بمعنى أنه يكون هاي النخبة عندها تقريبا هدف أو أهداف متقاربة ومعظمة سورية وطنية ما عدا أجندات غير سورية ممكن نقول هذه نخبة ولكن ما عنا واحد بتلاقيه مع الأتراك وواحد مع الإيرانيين واحد ميقولوا إسرائيلية وواحد مع روسيا وواحد يعني مشكلوا مع إيران فنحن ما عنا نخبة مثل الخلق فبيقولوا لك النخب السورية واحد من هاي النخب السورية كاتب مبارحة تغريض يعني بيقول يجب أن تتحد المعارضة السورية من أجل إسقاط النظام وإذا لم تتحد فبتكون هلأ النظام ماشي باتجاه أمريكا ترفع عنه المنع منع التطبيع يعني ممكن تفتح أمريكا مجال للتطبيع مع النظام وإعادته إعادة تأهيله فاتحاد المعارضة برأيه للأستاذ اللي عم يحكي عنه يعني بيعمل حل وبيخلينا نسقط النظام فهون أنا في سؤالين أنا بيسألهم أنه أول سؤال مين هي المعارضة يعني عندك منصة القاهرة منصة موسكو والإتلاف والأخوان المسلمين كحزب أو كجماعة والجماعات العسكرية اللي جوها اللي عم تقاتل هاي مصنفة على أساس أنه معارضة حتى في الأخبار بيقولوا قوات المعارضة السورية صدمت أو اشتبكت مع قوات النظام بسموها قوات المعارضة فهدول وإضافة إلى اليوتيوبرية وإلى الناس اللي بيطلعوا بيحكوا هون وهون والصحفيين اللي فقصتهم السورة والصحفيين اللي فقصتهم النظام تركيبة يعني شلون بدك تحكي أنه هدول توحدون شو بوحدون شو لم الشامع المغربي وأنا بقول لازم ما يتحدوا شو هذا الحكي يعني توحد الإخوان يعني مثل ما حكينا بالفيديو السابق مع جماعة الشيوعيين تبع رياض ترك ما بيصير هذا الحكي هذا توحيد غلط هذا هذا توحيد يعتبر يعني تكتيكي لكن سيء هذا التكتيك ما بيعطي نتيجة إيجابية وفعلا بعمره ما أعطى نتيجة إيجابية لأنه إذا بتاخدوا تجارب اللي اشتركوا فيه علمانيين مع إسلاميين في سوريا في لبنان في كل مكان في فلسطين كله كله بعد ما ينتصروا حتى في إيران السورة الإيرانية بعد ما ينتصروا بصفولة العلمانيين وبيضل عندك جماعات إسلامية صرفة فما بيصير هذا الاتحاد وتانيا أنه ليش معتبر أنه إسقاط النظام هدف بديل هو نفسه هذا الشخص اللي عم يحكي المفروض ووضح لنا أنه بعد ما يسقط النظام شو لازم نعمل وهدول المعارضة اللي هو عم يتقالبون بالتوحد أو بالاتحاد أنه شو لازم يعملوا شو هي مهمتهم بعد إسقاط النظام أنا بشوف أنه في كتير من الناس السوريين الذين يدعون إلى إسقاط النظام ما عندهم فكرة أنه إذا سقط النظام شو رح يصير ودائما أنا بحذر وأصر على ذلك أنه رح يصير مدابح في سوريا إذا سقط النظام أنا أطالب بتغيير النظام وليس بإسقاطه تغيير النظام في سوريا إلى نظام فيدرالي ليبرالي الديمقراطي علماني بكل النواحي وأستبعاد أي حلول غير وطنية وغير علمانية يعني الحلول اللي هني عم يطالبوا فيها مثل هلا اللي كاتب لي تعليق أنه سوريا هي بلاد الشام وهي إجباري عن البريد والما بريد العربية السنية أموية كمان درجانا شي ألف سنة لورا فهذا هو في حدا دافع عن هاي الفكرة فكرة هذا الرجل أنه يا أخي والله إسقاط النظام هدف نبيل أنت ليش معنك معتبره نبيل فقالت له طيب مين اللي بدي يسقطه وشلون قال يا أخي نحنا بنطلب من الأمم المتحدة حماية دولية قلت له مين أنتو يعني لما حدا بدي يطلب من الأمم المتحدة أو أي دولة في العالم الشيء بدي يكون إله تمثيل إله مصداقية معه ختم أنتو مين أنتو نحن مين نحن اللي بنا نطلب قاله وبعدها بعد ما نطلب حماية يعني فترض أنه أجوا وعملونا اللي بدنا وصقطونا نظام وقالونا روحوا بنعمل انتخابات مجلس الشعب بعدين بنعمل انتخابات رئاسية وبعدين بتصير العصفورة بتعشاش بالأرميد بترجع والعصافير تزقزق والهواء إنه سائم العليلة بتهب على البلد يا أخي بحاجة نحن دائما بحاجة دائما لتفكير سليم للأسئلة يعني كل واحد بيحكي شغلة بدك تسأله ليش بدك تسقط نظام ليش زكت واحد معارضة شلون وليش ومين هني اللي بكتوحدون لازم تفهمونا يا أخي لا تعتبرونا نحن عوام مثل ما المشايخ بيعتبرونا عوام بيقولوا فيه شغلات خبية لا تخبوا علينا شي يحكونا وقت الواحي بيطرح فكرة يفقطها يحط بنودها يعني هالناس هدول من حقه نفهمو مو كل واحد عنده مثل ما بيقولوا شكارة بيروح بيصبه بالطاحون ترجمة نانسي قنقر